بسم الله الرحمن الرحيم. الله سلام بحضراتكم. كل سنة حضراتكم طيبين. ربنا عيد علينا وعليكم الايام بخير. بمناسبة ان انا في شهر رمضان كانت ان حسام البدري يكرر ان هو يطل علينا عن طريق برنامج الاعلامية باسم واهبة العرافة على قناة المعور. من اهم اسباب اختيار برنامج باسم واهبة هو ان حسام البدري بيختار حد ملوش علاقة وباعلم قرطة القدم. بيختار حد مش يعرف يجاوب على الاسئلة اللي هو هيقولها بجد. وحتى لو اجاب عليها وكرر ان هو يجدب هيتقال له ان هو بيجدب. فاختيار برنامج باسم واهبة كان اختيار صائع وموفق جدا لكفتن حسام البدري. كفتن حسام البدري اطلق تصريحات كتيرة جدا بس اغلب التصريحات اللي فيها كانت تركيز حوالين ان هو لم يفشل مع منتخب مصر وان هو تم ظلمه مع منتخب مصر وان هو لم يرحل بسبب الاداء السيئة وان هو رحل بسبب ان لجنة مجاهد كانت بتحاول تدخل في عمله وبتحاول فرض اسماء عليه. للعلم ان حسام البدري ده مسك منتخب مصر علشان خاطر هو الوحيد في مصر اللي وافق يشتغل مع ايمان طاهر مدرب حراس مرمى وطارق مصطفى مدرب عام. في حين ان ايهاب جلال وقتها رفض وحسام حسن وقتها رفض. لكن حسام البدري وافق. حسام البدري بيقول ان هو مشي عشان خاطر مجاهد كان عايز يتدخل في تشكيل الجهاز. حسام بدري بيصل لناس لمرحلة ايه? لما الحرق ابن حسام البدري بيجدب كده? وبيجي يبرره في نهاية التصريح. يقول لك ايه? وانا مختارش الجهاز الفاني بتاعي. طب ازاي مختارش الجهاز الفاني بتاعك? وازاي التحاد الكرة او اللجنة الموقعة كانت عايزة تفرض عليك اسماء في الجهاز. طب ما انت كده وفقتها على الاسماء اللي تم فرضها عليك. طب اسأل كابتن هاب جلال هو رفض ليه? او اسأل كابتن حسام حسن هو رفض ليه? اسأل الناس دي? هتعرف ان تمسكت منتخب مصر ليه? لان انت الوحيد اللي وفقت ان تم تدخل في عملك من البداية. فابوس ايدك لما تطلع تاني وتقول انا مشيت من منتخب مصر ما تقلش على سبب زي ده. وما تقلش ان انت تزلمت وفشلتش. لا انت فشلت. انت عدت سنة كاملة كنت خيب تلعب مطشاط ودية. ولما سألوك قلت ان انا ما ينفعش العب مطشاط ودية علشان لعبة الاهلي ما ترهكش وان انا مش هينفع اعمل مصر الدين وفقاش لعبة الاهلي. والسؤال ده السؤال تصرب لك. ومعرفتش ترد عليها. وردت عليك طريقة. ما عجبتش ناس كتير. لما تكلمت على رضا عبدالعال انت عارف انك بتتكلم على واحد هبيد. ولما تقول لي ان افكاري ما وصلت لكش. وتتعجرف عليه. في ناس هتقبل التنمر بتاعك ده. لان انت ورضا عبدالعال انتو لاتنين فكوز واحد. بس كابتن حسان ما عليش بس. مين انت لتوصل في مصر كاسعالة? انت اساسا لا كنت بتلعب كرة هجومية. ولا كنت بتلعب كرة دفاعية. ولا منتخب مصر كانت ليه اي هوية مع حضرتك. منتخب مصر معاك كان بيقدم اسوأ كرة قدم لمنتخب مصر من فترة طويلة جدا. انت واجيري كنتم المدربين اللي عبارة عن سمك لبن طمري هندي زي مريضا عبدالعالات كان بيقول عليكم. انا عارف ان الحاجة الوحيدة السيد اللي انت قلتها في كلامك ده هو فنجادا. لان فنجادا تجربة بيعيش اي حد في مصر شغال في اقطاعات الناشئين. افكار فنجادا وصلت لنا كلنا. فنجادا قرر في بداية السنة دي ان هو يعمل دوري موليد الفين وواحد يقرر ان هو يعمله مرتبط. يعني هتلعب زي الفيه الاول بتاعك ما بيلعب. فهنا مراكز الشباب قالت لك لا احنا ما معناش فلوسه ان احنا نلعب مرتبط. فقرر ان هو يلعب مرتبط لحد الدرجة التالتة. افكار فنجادا دي. اه فكرة واحدة بتاع فنجادا اللي هو نلعب الفين واحد مرتبط بحيس اللعيبة تلعب ويبقى فيه منافسة اكتر علشان خطر يخلق جيل مميز في الكرة المصرية. ده اللي فنجادا اشتغل عليه بس. انما فنجادا مفيش دورات الاتحاد بيديها. مفيش دورات اه سي ولا في اي حاجة الاتحاد بيديها. وده المفروض ان ده شغل فنجادا. بس فعلا عايز اقولك حاجة. راتف فنجادا مليون. اه مليون جنيه في الشهر. وبرضه اغلبنا عارف الكسة بتاع مليون جنيه في الشهر. وفنجادا بياخد مليون جنيه في الشهر. يعني موضوع ان احمد مجاهد قالك ان هو عنده شوية ورهات ومش عارف يخلصها. ده حقيقي. وفيه فسات في اتحاد والقرأ. ده حقيقي. بس انا عايز لك حاجة. لانت ولا احمد مجاهد فيكم حد بريد. انتو الاتنين عبارة منصبين. وحضرتك اللي مش طالع تقول كلام حقيقي وتصرح المصريين. انت طالع تتجمل. وطالع تلبس احمد مجاهد كل اللي انتو على الاتنين عملته في الكرة المصرية. له لانتا واحمد مجاهد عمر منتخب مصر ما كان هيبقى في يوم الايام تصنيف تاني عشان بيخاف يلعب ماتشاته الدي. وتطلع يا فاشل. تقولي ان انا ما كنتش فاشل مع منتخب مصر. يا فاشل انت احمد مجاهد اللي نزلته سومية الكرة المصرية. وانتو اللي خلتونا نواجه منتخب زي السنغال في تصفيرات كس العالم. يا فاشل لو انت استمرت بجبنك وانك مش عايز تلعب ماتشات ودية. لكت هتوصل نهائي كس امم افريقية. ولا في حياتك كنت هتوصل كس عالم. بطل تشتغل الناس عشان الناس ما بتنساش على سومة بدري. بطل تزور في التاريخ عشان الناس ما بتنساش. تاريخة كله معروف. كل الهقس اللي انت كنت بتعمله معروف. كل الكلام اللي انت بتطلع تقوله معروف. دايما كل الناس هالي بتغلط. انت الواحدة ما بتغلطش. حتى لما الناس كانت بتقول لك ده يلعب كنت بتعاند فينا وكنت بتلعب اللي على مزاجك. فاوعى في يوم الايام تطلع نفسك انت البريء والناس هالي ظلمك. لانك عمرت في حياتك لكنت بريء ولا هتكون بريء من اي حاجة. كل المشاكل واللازمات اللي بيعيشها منتخب مصر اللي بتعيشها كرة المصرية منك انت واحمد مجاهد. فما تطلعش تلبس احمد مجاهد كل حاجة لانك كنت شريكو في كل حاجة. فما تطلعش تقول لي ان انا بريء وتزلمت وتعريطلي وتدماعلي. الكلام ده بيكل مع المصريين اه. بس ما بيعودوا يفكاروا بعدي بساعة بيعرفوا ان انت كنت واحد من الناس اللي خلصوا على احلامنا ان احنا نوسل كاسعالم. احسن ما بقدر يبطل النغمة الوسخة دي. الناس اللي بقى بيدحك عليها ان ما بقوش كتير. الناس اللي بقى بيزيف لها التاريخ ما بقوش كتير. لان انت بزيف تاريخ من سنتين تلاتة. من سنتين. ده من سنة. انت ما كملت السنة احسن ما بقدري. عايز تنصب علينا من سنة. طب استنى شوية ممكن ننسى. كلام ما عجبكش? مش مهم يعجبك. دي وجهة نظر انا. انت اقولي وجهة نظرك انت اللي ممكن تشوفها وتسمح ان انت تقولها في التعليقات عندي من غير ما نغلط في بعض. لان في الاول وفي الاخر دي وجهة نظر. انا شايف ان قلوس كوروش استمراره مع متخم مصر يكون حاجة كويسة لان كوروش عمال لي هوية. كوروش وصلني كاس اوم افريقية كوروش خلاني بقى منافس للمنتخم السنغالي. حسام البادري كان هيوصلني ولا كان هيخليني منافس لها حاجة. كان هيخليني مدحكة. اه حسام البادري ده. فما تجيش تنصب علي بشوية الكلام. انا عارف ان هو كدب. وانت كمان عارف ان حسام البادري كداب. بس ما تصدقش اي حاجة بتتريبيرك في الاعلام لان احنا عارف ان اعلامنا مش كل اللي بقوله حقيقي. كلم كتير? عجبك الفيديو? عجبكش براحتك. ده كان رأيي حوالين كل الهاري اللي حسام البادري قاله النهاردة.